السلام عليكم و هلو سهلا بكم في ابتكاراتي مي تي اي مع محمد طلعب فيديو النهاردة هتنكلم عن الدايودات و عن تحويل الطيار المتردد لمستمر و عن طريقة عمل دايت باور سبلاي بسيطة تابعوا معي الفيديو وتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية لان القريب ان شاء الله هنشرح الترانزيستور تابعوا معي الفيديو قبل ما نبدأ انت ممكن تقلل سرعة الفيديو عن طريقة ضغط على الترس واختار سرعة التشغيل واختار أقل من واحد دا الدايود بتاعنا وده الرمز بتاعه طيب ايه هو الدايود هو عبارة عن اداة بتخلي الطيار يمشي في اتجاه واحد يجي يرجع ما يعرفش يعني بيمشي في اتجاه السهم طبعا ليه طرف انود وطرف كسد الطرف ده اللي هو هنا هو ده الطرف الانود وناحية الشرطة الفضي هو الطرف ده او الطرف الكسد او اللي بيسموه طرف سالم طيب كده عرفنا ان الدايود العادي بيخلي الطيار يمشي في اتجاه واحد ومعرفش يرجع في الاتجاه التالي يمشي في اتجاه السهم فقط فبالتالي مهما تزود الجهد عليه في الاتجاه المعاكس مش هيعدي لك الطيار لحد ما تزوده بشكل كبير جدا مسلا توصله لأكتر من الف فلت فساعتها الدايود هيتحرق ويا اما هيعدي لك الطيار في شكل عكسي يا اما هيولع ده شكل الدايود العادي وده شكله على البوردة على طول اللي بنسميه SMD Diode اللي بتركب على البوردة من فوق بتكون دي الشرطة بتاعته اللي هي الشرطة دي يعني اتجاه الطيار في الاتجاه ده تاني نوعا ده النهار ده هو النوع الزينار دايما وده الرمز بتاعه بيعمل نفس الوظيفة اللي بعملها الدايود العادي ولكن زي ما قلنا ان الدايود العادي لو طبقت عليه جهد عكسي مش هيعديه لكن الزينار لو طبقت عليه جهد عكسي برضو مش هيعديه ولكن لو عليت الفولت العكسي لحد درجة معينة بتكون مكتوبة على الزينار او على حسب نوع الزينار مثلا وصلتوا لحد اتناشر فولت ساعتها هيبدأ يعديلك الطيار ده معناه ان احنا بديستخدمه بشكل عكسي دايما زي ما قلت ان على سبيل المثال لو ده زينار اتناشر فولت وانا هنا مطبع عليه خمسة فولت فبالتالي مفيش طيار عكسي هيعدي لكن لو عدت عالي الفولت هنا لحد ما وصله لاتناشر ساعتها الطيار هيبدأ يعدي وطبعا لو عاليت عن اتناشر برضو الطيار هيفضل يعدي فبالتالي الزينار الطيار فيه بيعدي عكس اتجاه السهل طبعا احنا ممكن نستخدمه كدايود عادي ونخلي الطيار يعدي في اتجاه السهل بس انت كاكينك بتستخدمه كدايود عادي وبيكون ده شكله لما بتركب على البورد على طول اللي هو الاسم دي العناصر السطحية تالت لقاء النهاردة هو اللمبة طبعا اللمبة بيكون لها طرف مجب وطرف سالب الرجل الكبير هي اللي يكون المجب والصغير هي السالب او لو بسطت عليها من جوه الطرف الصغير هو المجب والكبير هو السالب وبيكون ده الرمز بتاعها عبارة عن دايود مشعة يعني دايود بيطلع دوق وده شكلها لما تحط على البورد على طول على السطح واللي طبعا غني ايه عن التعريف طيب دلوقتي دي عندنا بوردة شاحن موبايل هنا عندنا ده دايود سطحي تجاه الطيار فيه من تحت الفوق لو لاحظت تلاقينا الخطين الموجودين هنا يعني الطيار بيمشي من منطقة دي للمنطقة اللي فوق وعندنا هنا دايود تاني بيمشي من فوق لتاح وهنا دايود تالت من فوق لتحت مرضه طبعا اللي مكتوب عليهم اركام دول عبارة عن المقاومات طبعا ديادات في منها انواع كتير لكن اشهر انواع عندنا هو النوع العادي بيكون دي شكل الرمز بتاعه ممكن اي واحد من تتلك تدور والنوع الزنر وده الرمز بتاعه او ده او ده او ده والنوع ال LAD والنوع الفوتو دايد اللي شرحته في فيديو قبل كده وفيه انواعي تاني كتير ولكن قليلة الاستخدام في نوع جميل جدا اللي هو السيريستور واللي برضو كلمنا عنه في فيديو قبل كده بس هنتكلم عنه اكتر في فيديو الترانزيستر لان وظيفته شبه وظيفة الترانزيستر لان ليه ثلاث اطراف وطبعا فيه نوع بيحاول الطيار المتردد لمستمر على طول عبارة عن اربع ديادات من جوبا وهنشرحه النهاردة بياخد الطيار المتردد هنا ويطلع لك طيار مستمر الناحية التانية او شبه مستمر طبعا انواع اللي انا قلتاها دلوقتي هي اشهر الانواع اللي احنا بنستخدمها اما الباقي فقالي الاول ما بنستخدمه طيب الديود العادي لما بوصله في انحياز امامي او اللي بيسموه فول وارد فولتج يعني الطيار بيمشي من الطرف الانود للطرف الكاسود ما بيرجعش قالك ساعتها انا محتاج جهد معين عشان ابدأ اعديلك الطيار دلوقتي انا لو مطبع عليه هنا جهد نص فولت قالك ساعتها انا كالديود عادي مش هقدر اعديلك الطيار مفيش طيار هيعدي ولكن هاعد ازاود الفولت ده لازم ازاود الفولت ده لحد ما يعدي السبعة من عشرة فولت الديود قالك هي قالك كل ما هزاود الفولت عليا مفيش طيار هيعدي الطيار هيفضل بزيره لحد ما اتقرب من السبعة من عشرة فولت عند السبعة من عشرة فولت ساعتها هبدأ اعديلك الطيار وساعتها انا كده هقف انحياز امامي طبعا لو عليت عن كده هيفضل عامل دروب فولتج حوالي سبعة من عشرة فولت وساعتها الطيار هيبدأ يعدي عادي اقل من ساعة عشر فولت مفيش طيار هيعدي طبعا في الاتحياز الخلفي لو طبقت جهد من النحية دي انا عادة ادخل طيار كده قالك انا مش عديلك اي طيار مهما اتطبق في فولت مش هعديلك طيار لحد ما يوصل لفولت معين اسمه البركداون فولتج او فولت الانهيار عند الفولت ده اللي هو بيكون غالبا مسلا 1000 فولت بتطبق بشكل عكسي سايته عند الفولت ده حاجة من الاتنين ياما الطيار بيعدي وبيعدي بقيمة عالية ياما بيتحول لسلكة فبالتالي بعض الديودات بتكون قدامك محروقة لكن شكلها من بره سليم بتكون هي عبارة عن سلكة بتعدي الطيار في الاتجاهين ده معنا ان الديود بايز طبعا في ديودات تانية بتعمل دروب فولتج حوالي 3 من 10 فولت بيكون مصنوع من الجيرمانيوم ودي انت بتطلوها بشكل مخصوص من محلات الالكترونات لكن الاشهر بيعمل دروب فولتج 7 من 10 فولت في حالة الانحياز الامامي او الفولورد فولتج وهو ده كان الكاركترستيك كيرف بتاع الديود قبل ما نبدأ خلينا نتكلم على اهم نوعين من اتجاهات الطيار النوع الاولاني وهو الطيار المستمر زي البطارية واللي بنلاقي اتجاه الطيار فيه بيمشي من الطرف الموجب للطرف الساليب عادي خالص ما بيرجعش اما النوع التاني من الطيار هو الطيار المتردد زي الفيشة بتاعت الكهرباء وده الطيار ساعتها بيروح وييجي كزا مرة على حسب كيمة الهرتز بتاعته على سبيل المثال الفيشة بتاعت الكهرباء اللي عندك في البيت لو انت في مصر او بعض الدورة العربية بيكون متين وعشرين فولت من خمسين لستين هرتز ده معناه ان هو بيروح وييجي خمسين مرة في الثانية وهو ده الطيار المتردد دلوقتي طبعا انا مخليها لك نص هرتز بس عشان تكون واضحة قدامنا لو خليناها خمسين هرتز مش هتعرف سلاحظ الفرق فحنا نخليها واحد هرتز مثلا اللحظ ان الطيار بيروح وييجي مرة واحدة في الثانية لان هو واحد هرتز اما الطيار مستمر بيمشي في اتجاه واحد طيب لو شفنا الاشارة على اسهليسكوب الان الطيار المتردد بيمشي في الاتجاهين في الاتجاه الموجب والاتجاه السالب لو خدنا اشارة تانية على الاسهليسكوب من هنا الان الاشارة الزرق دي بتاعت الطيار المستمر بتاعت البطارية الان هي سابتة دايما عند قيمة معينة اما الطيار المتردد 20. فولت بتاعته دي هي عبارة عن الرم اس لكن هو في الحقيقة بيطلع اعلى من 220 وبينزل لأقل من 220 طيب ايه فائدة Aldaits? فائدة داود ان هو بيحاول الطيار المتردد لطيار مستمرur. يعني لو حطيته معي الطيار المترف على ده بالشكل ده تجاه الطيار هيمشي في الاتجاه ده بس ومش هيقدر يوجد الاتجاه التاني وساطيتها لو شفنا الاش違う وقت المترفقة lo Bim 올 mates yang sera والاتجاه السالب большое Worth اللحظ ان الطيار بيمشي فتجاه واحد يجي يرجع ما يعرفش. وبكده احنا حاولنا الطيار المتردد لطيار مستمر او نقدر نقول شبه مستمر لان احنا كده عملنا تقويم للنص الموجة فقط. طبعا دلوقتي احنا مش محتاجين كل الطيار مستمر دللوقتي لان كل كل كلامنا يكون عالطيار متردد. الدايرة اللي قدامنا دي هي دايرة الهالف بريدج او اللي بنسميها التقويم النصف موجي. يعني الطيار بدل ما بيروح ويجي هنخليه روح فقط. الجزء اللي هيجي يرجع مش هيعرف. فبالتالي بعد ما كان في جزء رايح جاي. ايبقى الجزء اللي رايح فقط. دي كده دايرة الهالف بريدج او التقويم النصف موجي تعالوا نجربها عمليا. حطينا ضيود ولمبة وشغلناها على فشة الكهرباء على طوله ولكن حطينا مقاومة امتين وعشرين الف اوم ليه امتين وعشرين كيلو علشان اللامبة ما تتحرقش. كده فشة الكهرباء هي خمسين هرتز ولكن اللامبة بتنقوير بخمسة وعشرين هرتز بس بسبب ان احنا عملنا تقويم نصف موجي بدايود واحد. والدايرة دي كنا نفزناها في فيديو قبل كده هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو اسمه فيديو تشغيل لد على امتين وعشرين فولت. طيب دلوقتي التقويم النصف موجي او الهالف بريدج ريكتيفير اللي هو بدايود واحد بخلي اللامبة بتنقويره تدفي المفروض خمسة وعشرين مرة في الثانية. والسبب ان انا ماخدتش غير نص الموجة بس. النص التاني اتقطع وتعمله تجاهل. عشان كده دلوقتي هنروح للطريقة التانية اللي هي بدل الهالف بريدج ريكتيفير هنروح للفول بريدج ريكتيفير او التقويم الموجي الكامل بدل النص موجي. طب نرجع لدائرتنا. محتاجين نعوض الفراغ اللي في النص ده. بدل ما القهرباء شغال مش شغال مش شغال شغال مش شغال مش شغال لا ما انفعش الكلام ده. احنا محتاجين نعوض الفرق اللي في النص. فدل الوقت هنعمل دائرة التقويم الموجي الكامل باستخدام اربع دايودات. اول حاجة ان احنا بيحتاج اربع دايودات اللي بنسميهم بريدج. واللي بنوصلهم بالشكل ده. اللي هو نفس الشكل ده عوار عن احنا هنحطهم في شكل مربع. كلهم بصين من الشمال لليمين. اتجاهم كلهم من الشمال لليمين. وبنوصلهم على شكل مربع. تمام. دلوقتي عندي اربع نقط. النقطة دي. هلاقي ان الديود ده داخل عليها وبرضو الديود ده كمان داخل عليها. هيبقى دي النقطة الموجب. والنقطة دي. هلاقي ان الديود ده هوات خارج منها. والديود ده برضو خارج منها. يبقى ده انطرف السالب. النقطة دي. هلاقي الديود ده داخل عليها والديود ده خارج منها. يعني الاتنين مختلفين. ازا النقطة دي نقطة اختلافة عن نقطة التردد. وكزلك النقطة دي هلاقي ان الديود ده داخل عليها وده خارج منها يبقى ده نقطة التردد. ازا دي توصيلة هتخل لنا الطيار المتردد تتحول طيار مستمر. نلاحظ ان العنبا بترعيش قال. نلاحظ ان الموجة بدل ما كانت رايحة جاية هتبقى رايحة بس. دلوقتي بدل ما كانت الموجة عندي في الطرف الموجة بالسالب دلوقتي باقي تكون لها في الموجة بس. ممكن بدل ما نوصل اربع ديودات بنجيب بريتج جاهز بيكون جوان الاربع ديودات وجاهز بالاطراف الاربع بتوعه. بحيث ان الطرفين اللي في النص مرسوم عليهم علامة موجة يعني دول الطرفين الطيار المتردد. والطرف اللي ناحية الجوز المقتوعة بيكون الموجة بو انها حد تانية بيكون السالب. كده احنا خلاص حاولنا الطيار المتردد لتيار شبه مستمر. بس لسه اللامبة بترعيش ودي مش من خصائص الطيار المستمر. فبالتالي هنعالج الحوار ده ازاي? عن طريق ان احنا عنحط مكسف. وانا خلاص ده المتردد. طيار مستمر وكمان علجنا رعشة اللامبة وخلاص الطيار بقى شبه سابت. والدائرة دي هتلاقيها في الادابتر الرخيص اللي بتبع في محلات الكمبيوتر. هتلاقي طبعا الترنس اللي بنقص الجهدة من 220 فولت لحد 12 اول والاربع ديودات بتوع والمكسف بتاع التنعيم. بنختار المكسف بقيمة فولت اعلى شوية من القيمة اللي هتطلع من اللي هي 12 فحنا اختارنا المكسف 25 فولت. والسعة المناسبة للمكسف كانت 1000 مايكرو فراد. ممكن تختار اي ساعة من 100 مايكرو فراد لحد 1000 مايكرو فراد. طبعا كلما الساعة بتزيد بتكون افضل في تنعيم الطيار لكن يستحسن ما تزيدش عن 1000 مايكرو فراد. عشان المكسف يلحق ايش حنو يفرق بسرعة. اتلاقي الفيديو بتاع البورس ابلاي ده كامل في الوصف تحت الفيديو. في بعض الاحيان بنحب نزود سبات الفولت بشكل اكبر فبنحط حاجة اسمها ريجليتر او منظم الجهد. بتروح لمحل الالكترونية بتقول له عايز ريجليتر 12 فولت مسلا او تسعة او خمسة او اي فولت انت عايز تسبته عنده. وبعد ما بتشتريه بتكتب اسمه عن نتو بتكتب جانبيه كلمة داتاشيت علشان تعرف اماكن الرجول بتاعته اللي بتكون غالبا زي ما انت شايف في الصورة قدامك. ليه رجل امبوت ورجل اوتبوت والرجل اللي في النص جراون. بعض الانواع التانية الرجول دي بيختلف اماكنها. ده الرمز بتاع العبارة عن مربع وفي تلات اطراف. بنستخدمه مع كالتالي. مسلا اختار الرجليتر يكون خمس فولت اللي هو تمانية وسبعين زيرو خمسة. او تمانية وسبعين زيرو ستة لو انا عايز ستة فولت او تمانية وسبعين اتناشر لو انا عايز اتناشر فولت. بس اهم حاجة يكون الفولت بتاعه علىقل من فولت الباور سبلاي او يساويه. انا اخترت تمانية سبعين زيرو تسعة اللي هو بيثبت الجهد عند تسعة فولت. دي بيكون طريقة التوصيل بتاعته بيكون ليه طرف اسمه ان وطرف اسمه اوت وطرف الرفرنس. طرف الرفرنس هو نفسه طرف الانبوت هو الطرف الكهرباء اللي دخلاله. طرف الاوت هو طرف الجهد السابت اللي انا عايز اخرجه. هنلاقي ان الجهد عنده ما بيعلى شوية عيوطة زي الاول. هنلاقي ان الجهد السابت عند تسعة فولت لان انا ما اختار تسعة فولت. انت بتروح تشتري من محل وتقول له انا عايز تسعة فولت. كده اصبح عندك جهد مستمر تماما مفهوش اي عيوب. وبكده تبقى دي انضف دايرة باور سابلاي تقدر تعتمد عليها او تعملها بنفسك في البيت وهنبقى نعملها في فيديو ان شاء الله قريب. المكونات بتاعتها عبارة عن الفيشة وترنس المحول والاربع دايدات بتوع البريتج والمكسف وممكن تستخدع عن الريجليتور. طبعا في دواير باور سابلاي افضل من كده زي دايرة باور سابلاي الكمبيوتر او شاحن اللابتوب. واللي بتكون معقدة اكتر بس بتاديك طيار اعلى. لازم تشوف الجزء التاني علشان في حاجات مهمة جدا زي الزمر واستخدام الدايود مع الطيار المستمر وخفض الجهد باستعمال الدايود. وحاجات تاني كتير هتلاقي الفيديو في الوصف تحت الفيديو ده او دوس على الحلقة اللي قدامك.